بلدية ذيبان ورغم ميزانيتها المتواضع التي تقدر بمليون وسبعمائة وخمسين الف دينار سنويا والتي خصص سبعون بالمئة منها كرواتب للموظفين إلا أنها أخذت على عاتقها الدور الإصلاحي في تقديم الخدمة المثلى للمجتمع رغم قلة الإمكانات فضلا عن محافظتها على استقرارها المالي دون ديون وقد حازت بلدية ذيبان على التصنيف الذهبي من منك المدني والقرى بلدية ذيبان التي تضم أكثر من عشرين تجمع سكانيا تابعا لها إلا أن الطموحات بمشاريع أفضل مطلب مستمر من قبل السكان بعدنا عن العاصمة هذا يأثر علينا يأثر علينا لما أروح أتعين أو أتوظف بالعاصمة بثلاثمية وأربعمائة دينار يأثر علي نصفا بدهني روح المواصلات أما لما يكون أنا عندي المشروع أو الوظيفة داخل اللواء أنا الآن أقدر أمشي أموري ومشي حالي نعاني بالليل جميع أنوال الحشرات قوارض أحياناً نكون فيه عندنا شوية كلاب شاردة شغلة القطط وشغلة القوارض هاي موجودة كثير من تشرف أحياناً مش دائماً لنكون منصفين فيه كمان شوية تقصير بلدية من ناحية النظافة بعض الطرق اللي يتحكي اللي يتأدي على أطراف ذيبان هي طرق غير مؤنارة فأنا كشخص بالليل شوي بعاني من هذه المشكلة الدور الذي تلعبه بلدية ذيبان تعدى الجانب الخدماتي لتجسد دورها في المبادرات المجتمعية أيضاً إلا أن التحديات المالية وقفت عائقاً أمام مطالب بإحياء عدة قطاعات وتطويرها أهمها القطاع الزراعي بالرغم من وجود عدد من السدود باللواء فضلاً عن القطاع السياحي لتمييز اللواء بطبيعة جغرافية وأثرية مميزة والحديث ينضم إلينا نصر الرواحني رئيس بلدية ذيبان مساء الخير وأهلاً بك معنا أهلاً وساء الله في بعد هذا الخبر أهلاً فيك لربما يعني مشاكل لواء ذيبان لا يختلف عليها اثنان ولكن نريد أن نتحدث عن بداية المطالب الأساسية لذيبان بشكل عام ستة المطالب الأساسية للواء ذيبان المطلب الأساسي والأول هو جلب استثمار للمنطقة كون المنطقة بعيدة عن المحافظة وعن العاصمة والاستثمار للمنطقة فيه عندنا أيدي عاملة كثير يعني مش موفرين لهم شغل فإحنا لما نجلب استثمار للمنطقة كمصانع تشغيلية وهاي أهم شغلة باللواء يعني طيب ماذا عن المشاريع التنموية هناك قبل أن نتحدث حتى عن المشاريع التنموية ماذا عن البناء التحتية البناء التحتية يعني عندك زي الصرف الصحي هذا معدون تماماً احنا ما عنا صرف صحي والمنطقة يعني كلها من تأسست لليوم ما نعمل لها صرف صحي الشوارع فيه شوارع متآكلة قديمة يعني من جوز عمرها الافتراضي 40 سنة وفيه عندنا المداخل الرئيسية لما يليق بمدينة ذيبان مش هذيك المداخل اللي أنت يعني تحبي تدخليها لأي مدينة طيب مشكلة البناء التحتية من المسؤول عن متابعتها كبلدية ماذا لكم من مسؤولية في نحن نعرف بأنه عمل البلديات يكون محدود بسبب الميزانيات القليلة ولكن من التأكيد في يوجد لدى بلدية ذيبان أشياء أساسية تريد أن تعمل عليها والله إحنا زارنا معالي توفيق باشا بجوز قبل اسبوع وكان من أهم المطالب الصرف الصحي خلطات اسفلتية إنارة الإيديلة كافة لواء ذيبان العمل على حاويات للنفايات العمل على توفير زي ما تحكي لمنطقة تحويلية للنفايات مشان كون المسافة بعيدة أنا بدل ما أطلع ست سبع سيارات باليوم أطلع سيارة واحدة التي توفر على سياراتنا لأعطال المحروقات ماذا ينقص من تأمين سيارة واحدة؟ والله شرحنا لعطوف تلباشا توفيق ريشان على أساس أنه العمل جاري على أنه يوفرنا المطلب هذا ماذا أيضا من مطالب؟ والله كان أبرز المطالب زي ما حكيت لك خلطات أسفلتية الخلطات الأسفلتية مرهون تقديمها أو وجودها بتأمين موازنة لها؟ أكيد الموازنة البلدية ما تعطي لها خلطات أسفلتية ولا شيء يعني موازنة البلدية كلها عندما بيجي 200 ألف اللي بنوخذه من العوائد الترخيص عوائد رخص المهن المباني المستأجرة يعني ما بتعمل أي شيء إذا الوزارة ما بتساعدنا وتعطينا ما بنقدر لا نعبد ولا نزفت ولا نشتري حاويات ولا منه ولا نشتري آليات طب 200 ألف دينار أردني هي عوائد للبلدية عوائد ترخيص عوائد ترخيص للبلدية كيف يتم توزيعها؟ هاي عادي يعني أنت لما بصير عندك مستهلكات يومية زي رواتب؟ لا الرواتب هاي من الموازنة احنا من الرواتب مش من عندنا ميزانية عندنا مليون وتسعمية ألف نعم أغلب الموازنة يعني 67% من الموازنة بروح للرواتب والمحروقات يعني اللي بيظل الجزء البسيط هذا أنت لك تشتغل فيه ولكن مليون وتسعمية ألف بروح منهم 67% شو بظل ما بظل إشي طيب لم تفكر بلدي الذبان بتقليل الاستهلاك الكبير اللي هي 67% إذا بنا نحكي عن 67% من الموازنة عشان يكون فيه شغل على الأرض الواقع يعني أنا كيف بدي أقلل من 67% كل الرواتب ومصاريف لآليات يخدم من المواطنين شو أقلل منهم شو أعمل فيهم يعني أنا لما بدي إشي يرفض اقتصاد البلدية يعني فيه عندنا عطوفة الباشا حسين الحواتمة وبيعاز من جلال السيدنا تبرع عندنا مبنى المركز الأمني اللي هو هذا راح يكون رافض لإقتصاد البلدية كونها نقطة تجارية سياحية تشغيلية بنفس الوقت يعني أنت لما يجيك قطع عشر دولومات بوسط المدينة يعني راح تأمل للبلدية بما لا يقل عن سنوي من 200 إلى 300 ألف دينار سنوي عوائد من هذا المبنى طيب هذا المبنى وهذا المشروع كيف سيخدم لواء ذيبان؟ هذا المبنى سيخدم كسياحة هو على دور الدولة العثمانية كمبنى قديم سيعمل مخازن تجارية في الطابق الأرضي وعمل استراحة سياحية تكون لمركز زوار ديبان كسياحة وعمل مكاتب تجارية كطابق ثاني وثالث ولجمع جميع الدوار الحكومية اللي كونه يكون مركز واحد من الذي تبنى هذا المشروع؟ هذا احنا اتمرأ عنا فيه عطوفة الباشا حسين الحواتمة والمشروع لبلدية ذيبان والبلدية راح تشتغل عليه طيب الجميل في لواء ذيبان بأنه يعني هناك فيه أكثر من قطاع من الممكن الاستفادة منه القطاع الزراعي مثلا ذيبان ماذا تحتاج لتطوير القطاع الزراعي؟ يعني كان عنا سدين سد الوال والموجب كانت سادات ثغرة كبيرة على أهل المنطقة من زراعة وكانوا يعني أغلب المزارعين كانوا يشتغلوا على سد الوال وال والموجب بس احنا عنا سدين فارغات تماما ما فيه مية يعني هذولا كانت سادات ثغرة كبيرة على أهل المنطقة فيه عندنا المناطق السياحية مناطق مطلة العمل على جذب الاستثمار السياحي والتجاري لمنطقة ذيبان كونها تتميز بإطلالات جميلة ورائعة ولذلك ماذا تفعل البلدية في مسألة جذب الاستثمار؟ ما هي أيضا المشاريع التنموية التي من الممكن أن ترفع من لواء ذيبان وبالتالي تخدم أبنائهم؟ يعني احنا بالنسبة للبلدية خاطبنا الوزارة التخطيط وخاطبنا الأمين العام توفيق باشا على أساس جلب استثمارات تجارية وسياحية للمنطقة وعمل على هذا الحكي يعني من بداية عمل بلدية ذيبان لليوم وإحنا شغالين على أنه نجذب استثمار تجاري وسياحي ماذا تحقق طيب من هذه الجهود؟ والله إحنا يعني كمجلس بلدي عمره أربع شهور يعني الحمد لله حققنا كثير بالنسبة لعمر المجلس كان فيه تحقيق بالإنارة فيه كان تحقيق بالعمل الضغطات كان فيه تحقيق بالنظافة كان فيه تحقيق بالبنية التحتية يعني صرنا جالبين لغاية الآن خلطات تسفيت وتعبيد ووحدات إنارة الإيدي ضاغطات هذول كلهم تبرع من الإدارة المحلية نعم تشعرون بأن الإدارة المحلية تتجاوب مع طلبات بلدية ذيبان لأسباب لها علاقة لربما بقلة الموازنة ولا لأسباب لها علاقة بمسؤولية وزارة الإدارة المحلية تجاه البلدية والله الإدارة المحلية يعني الصحيح ما قصروا معنا لغاية هذه اللحظة هم كرافد لاقتصاد بلدية ذيبان كونهم هم المسؤولين الأول والأخير يعني عارفين أن موازنة البلدية ما بتسمح والعوائد اللي راح يجي لها البلدية ما بسمح أن يعمل عن أي إشي فإذا هم ما أعطونا وما دعمونا ما راح نعمل إشي فهم والله صراحة يعني مش مقصرين معنا بس إحنا أهم شغلتين اللي قلت لك عنهم الصرف الصحي إحنا بدنا الصرف الصحي خاطب وزير المياه على أساس عمل صرف صحي لمدينة ذيبان وماذا تأتي الردود من وزارة المياه والله إحنا لسه لغاية الآن ما إيجانا ردود عليه لأنه لسه إحنا طارحين الموضوع جديد عليهم ولكن هذه مطالبات قديمة بالتالي هذا إرث يعني ورثته بلدية ذيبان هو إرث ورثته كان أنه قل لك ذيبان جاي بين سدين كصرف صحي يعني أنه صعب لكن من غير المعقول يعني هذه ليست بالحج من وزارة المياه فيه بقولهم عملية زي ما بقوله عملية تحويلية يعني مش كبيرة يعني إشي مصغر مشان يشتغلوا عليه فظلوا يقعدين يدرسوا فيها حاليا السؤال الأخير كم نسمة فيه لواء ذيبان؟ ذيبان ثلاثين ألف نسمة ثلاثين ألف نسمة لا أحد يملك خدمة الصرف الصحي ولا واحد مسؤولية وزارة المياه ونتملك بأنه يعني أن تصل الرسالة من هذا المنبر نطالب من منبر القناة المملكة القناة اللي يعني تسعين في المئة من الشعب الأردني بتابعها وبحبها لأنها دائما تيجي على الوجع دائما هي اللي بتوخذ هم المواطنين ونطالب من قناة المملكة على جذب الاستثمار لمدينة ذيبان العمل على المطالات السياحية لمدينة ذيبان العمل على الصرف الصحي لمدينة ذيبان نتمنى بأن تصل هذه الرسالة وهذه المطالبات سيد نصر الرواحني رئيس بلدية ذيبان شكرا جزيلا لوجودك معنا شكرا لك شكرا لك